اشتركوا في القناة 28 ستة القمر ما زال موجود بالعضراء ورح ينتقل للميزان ورح يكون متواجد اغلب اليوم في منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنع وبرضو تنفع لامور التفريق والمشاكل والنفيه يعني بمعنى اخر منزلة ممتزجة ما بين ايجابية وما بين سلبية اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح تكون زاوية التقابل سلبية بين القمر والمريخ رح تكون الساعة ثمانية ودقيقة وحدة مساء تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر من اي مسعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير فيه خلوة المسار يعني خلوة المسار رح يبدأ الساعة ثمانية ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وخمسة عشر دقيقة مساء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار وطبعا كله المسار هذا 14 دقيقة مش هل اشي اللي راح يكون يعني له اثار الا اذا كان فيه اشخاص عندهم موعيد في هذا الموقع في الوقت هذا وبدهم يعملوا اشي مهم طبعا بما انه رح ينتقل الميزان فما رح نحكي عن تأثيراته بالعذراء فخلص يعني نعتبر انه انتهى من العذراء وبدأ تأثيراته كاملة وكأنه موجود في الميزان طبعا في هاي الفترة تأثير القمر لما بكون موجود في الميزان فترة عاطفية وهاي بتعزز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب وبتحسن علاقة زوجية نالها بعض التوتر بنكون اجتماعيين اكثر ومن ميلة الاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة ما او في علاقة لسه ما استقرت بشكل كامل في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية ثمينة او جميلة طبعا مجرد ما انه انتقل واصبح في الميزان بيبدأ يشكل زوايا فاليوم الزوايا مختلفة اول زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثلاثة واربعين دقيقة مساء بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية اللي رح يصير بعد الزاوية هاي مباشرة اللي هو انتقال المريخ من الحوت للحمل في تمام الساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة فجرا رح ينتقل المريخ بشكل كامل من الحوت للحمل ورح يظل فيه الى ما بعد هذا العام يعني لغاية 2021 لشهر واحد طيب هسا في الفترة هاي اللي رح يكون موجود فيها في الحمل يعني رح يكون في بدايته في حركة امامية بعدين رح يصير فيه تراجع يرجع في نفس برج الحمل بعدين رح يرجع مرة ثانية للحركة الامامية فعشان هيك المدة رح تكون طويلة لمقوته يعني من الان لغاية نهاية العام او بداية العام القادم طبعا احنا ما رح نحكي عن فترة التراجع او اثارها رح نحكي بس عن الفترة التقدمية وبعدين للحركة الامامية وبعدين لما بصير تاريخ تسعة تسعة رح نحكي يعني من فجر يوم تسعة تسعة رح في حلقتنا رح نذكر اثار رجوعه ايش رح يسبب فهي الحركة اللي رح تصير كاملة ايش هي؟ انه من اليوم لغاية فجر يوم تسعة تسعة بيكون بحركة امامية من فجر يوم تسعة تسعة لغاية أربعة عشر ايش داعش يعني عند منتصف الليل تقريبا او بعد منتصف الليل بنص ساعة بيصير اه برجع للحركة الامامية فبرجع للحركة الامامية في نفس برج الحمل ورح يظل فجر يوم سبعة واحد وهو موجود في برج الحمل ولكن زي ما حكينا انه الان احنا رح نحكي عن الفترة من الان لغاية تسعة تسعة ايش التأثيرات اللي رح تكون حسا لما بيكون اساسا المريخ موجود او بنتقل من برج لاخر دائما بيحمل معاه شحنات اعمال عنف مواجهات اشياء لها علاقة بالنار حوادث متوقعة لها صلة برضو بالنيران والمعادن تفجيرات حرائق عمليات قتل ايش الاعلاقة بالدم فهذا احنا لاحظنا بخلال فترة الاسبوع الماضي وانا عملت زي شكل مقتضب بس عن التأثيرات عشان الناس تعرف ايش يعني انتقال وايش يعني الاثار السلبية بتصير والحدية بتطلع وبصير في تهديدات اكثر وبصير في مجالات للاحتكاك خصوصا بين الدول المتشاحنين كيف بصير فيها اشياء برضو سلبية طبعا كوكب المريخ كتعريف عنه هو المسؤول عن الجراءة والنشاط والحيوية والرغبة الجنسية وهو اللي بيمنح هاي الصفات خلال الفترة المقبلة لموليد برج الحمل خلال الفترة المذكورة بيكون في استعداد او موليد برج الحمل بيكونوا على استعداد للتصرف او للتصرفات متسرعة واحيانا متهورة وبيستفيد معهم بالايجابيات والسلبيات موليد الابراج النارية زي الاسد والقوس والهوائية زي الجوزاء والميزان والدلو وكل شخص تواجد عنده كوكب المريخ في برج الحمل ساعة ولادته طبعا اللي بينولد وبكون المريخ موجود في الحمل عنده دائما بيمتاز بالجراءة والشجاعة والاندفاع نحو تحقيق اهدافه وبرغبة جنسية قوية اما بالنسبة لتأثيرات المريخ على جميع الابراج لما بيكون موجود بالحمل ايش اللي بيحسوا فيه او ايش اللي بتركز عليه فمنلاقي انه موليد برج الحمل بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل مع الغير لانه عندهم استعداد لتصرفات متسرعة وعصبية في نفس اللحظة اما بالنسبة لموليد برج الثور فهدولا بدهم يحذروا من التآمر وراء الكواليس يعني اشخاص بتآمروا عليهم بحكولهم بيستغيبوهم بيحاولوا انهم يئذوهم شغلات مستفزة وبرضو في نفس اللحظة بدهم ينتبهوا لبعض الوعكات الصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للجوزاء بدهم يمتنعوا عن مواجهة او فرض السيطرة على الاصدقاء اما بالنسبة للسرطان بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل اما بالنسبة للأسد بدهم يحذروا في السفر البعيد وبدهم يتجنبوا قضايا قضائية وبدهم يحذروا ايضا اثناء التنقلات بالسيارة بالشوارع المفتوحة بين المدن وبرضو اذا كان عندهم امتحانات او امور الها علاقة بالجامعة بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوظ اما بالنسبة للعذراء بدهم يحذروا من اي شراكة مالية اما الميزان في الشراكة العاطفية والمالية يعني بين الازواج تحديدا اما بالنسبة للعقرب في العمل لاسيما في العلاقة مع الزملاء وبدهم يمتنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة لانه عندهم اسفل الظهر او منطقة الظهر بتكون عرضة دائما للاصابات بالفترة اما بالنسبة للقوس بدهم يضبطوا عسابهم اثناء التعامل مع احباءهم اما بالنسبة للجدي بدهم يتجنبوا مواجهة مع افراد العائلة وبدهم يحذروا النيران والادوات الحادة اما بالنسبة للدلو بدهم يحذروا في السفر داخل المدن وبدهم يتجنبوا مواجهة مع اخ اوجر اما بالنسبة للحوت بيستفيدوا ماليا ولكن بالمقابل بتتصاعد عندهم النفقات اما بالنسبة للزاوية اللي راح تحدث ما بعد انتقال المريخ هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاعهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية راح تكون بين القمر والشمس وهذا بيعني انه الان اصبح نصف بدر راح تكون هاي في تمام الساعة ثمانية وخمسة وخمسة عشر دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش فبتخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي راح تتكون وهي زاوية بطيئة الها تأثير ثلاث ايام ولكن راح تستمر تقريبا بحدود يعني بين ثلاث ايام وخمس ايام هي زاوية ايجابية تسديس ايجابية بين المريخ وزحل راح تكون في تمام الساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة ظهرا هاي بتمنح او بتمنحك وضوح كبير في الامور وبتسمح لك بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملك وفي مشاريعك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة عشر دقيقة مساء بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع الان وصلنا بلا خلو المسار القادم بما انه الميزان او القمر راح يكون موجود في الميزان معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم تسعة وعشرين ستة راح يكون في تمام الساعة واحدة ودقيقة بعد العصر وبتوقيت جرينيتش ورح يستمر هذا خلو المسار لغاية الساعة عشر أو سبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها للعقرب طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر المربع سبع أيام في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة صباحا أو تقريبا ظهرا بتوقيت جرينيتش بصبح ثمان أيام نسبة الإضاءة بتكون خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة مزاجها منتحس القمر في الميزان حتى يوم تسعة وعشرين ستة المزاج سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اثناش سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية مزاجها سعيد المريخ في الحوت حتى يوم تسعة تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين رح ينتقل طبعا يوم واحد سبعة رح يرجع لبرج الجدي فمزاجه ممتزج اورانوس في الثهرة حتى يوم خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج بلوته في الجدي بيتراجع حتى يوم اربع عشر مزاجه ممتزج وحكينا منتحس يعني سلبي ما بعطينا ايجابيات ممكن يعطينا سلبيات وسعيد يعني بعطينا حضول اكثر وممتزج بيكون طول اليوم الكوكب هذا بمرة يعني ساعات بتلاقيه سعيد وساعات بتلاقيه منتحس فبظل يتقلب طول اليوم على هذا الموال فاحنا بنسميه ممتزج طبعا قبل ما نوصل للتوقعات اليومية انا بحكي التوقعات بتنطبق على البرج وعالطالع فعشان هيك اسمع برجك واسمع طالعك وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر صار موجود الان في بيتك السابع مقابلك مباشرة فعشان هيك بالفترة هاي القمر ما بيشير لا تفاهم وهدوء او ود ممكن تتعقد الامور ويطرأ بعض البلبلة اهم اشي انك تعالج الالتفاسات على مستوى التفاهم وبدك تناقش بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوى القانونية قصمك بالفترة هاي بكون قوي والعرقيل ممكن انها تستفزك طبعا بالنسبة للبيت الاول بما انه الان المريخ صار موجود عندك في البيت الاول فهذا بعطيك شوية جراءة بعطيك شوية حماسة بعطيك قدرة على التصميم ولكن بمنحك نوع من انواع العصبية او التصرفات المتسرعة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه شوي يعني فيها نوع من انواع الايجابية ولكن بغلب عليها نوع من انواع زيادة المصاريف يعني اهتمامات مالية وفي نفس اللحظة بتزيد عندك المصاريف او الدفعات او المشتريات او بتتهور في اصدار بعض القرارات اللي الها علاقة بالامور المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة جدا فبتدعمك على مستوى النقاشات والحوارات وعلى مستوى التواصل مع المجتمع على مستوى الرغبة في التنقلات برضو بتعطيك دافع جيد جدا للتفاهم او لمناقشة مشاريع او مقابلة مثلا معينة عندك نوع من انواع الجراءة بطرح المواضيع ولكن بعد مرات ممكن تغامر اثناء القيادة قيادة السيارة فممكن هاي تسبب لك بعض الحوادث اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بما انه الشمس موجودة وهي منتحسة وايضا عطارد موجود وعطارد برضو بتراجع فكل الضغط او كل المسئولية لها علاقة بالبيت بالفترة هاي فبتجد الامور كلها لها علاقة اما بتقلب المزاج او بالحدية بالطباع او اصدار قرارات بعد مرات ممكن يكون فيها نوع من انواع التعسف فممكن هاي شوي انها تعمل نوع من انواع البلبلة او المشاكل داخل البيت او يعني سوء تفاهم او ممكن شوية هيك حدية اثناء التعامل مع افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية منقدر نحيي انها جيدة فبتمنحك بعض التفاهم او الود اثناء التعامل مع الحبيب وبرضو في نفس اللحظة بتعطيك رغبة في الخروج او تغيير الجو او النزهات او النزوات يعني بتعطيك دافع بشكل اكبر ممكن يكون لك نوع من انواع الصدام او النقاش الحاد ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على المستوى بيت العمل والصحة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تنشط بانجاز بعض الاعمال ولكن بالمقابل بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وما ترهق حالك كثير يعني انك يعني تشوف حالك نشيط كثير فتروح تحمل اكثر من عمل مع بعض فهيك انت بتلبك حالك وما بتقدر تنجز عملك اما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية توقعات بالنسبة للبيت الثامن تقريبا نقدر نحكي انه الاجواء شوي ممكن انها تعطي نوع من انواع الاهتمام على بعض المسائل اللي اللي لها علاقة يعني اللي لها بالبنوك بالاموال بالحسابات بالديون جدولة الديون مراقبة الاموال تحصيل اموال دفعات اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الرغبة باتمام معاملة او موضوع الى علاقة بسفر او ثقافة او دراسة لغة جديدة او ممكن الاهتمام بمسائل الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية اما بالنسبة للبيت العاشر فبقولك وانا بدك تدير بالك يعني في بعض الزوايا الخطرة بلشت تتشكل في بيتك العاشر الهو الجدي ومع تواجد الكم من الكواكب اللي موجودة في الجدي برضو من هاللي بتراجع من هاللي بدعم الاقتران فعشان هيك منقولك ما تشوه سمعتك ما تصدر قرارات بدون ما تدرسها ما تتخاصم انت ومعارفك وعلاقاتك وفي نفس اللحظة ما تدخل بأي مواجهات حادي ما بينك وبين زملائك شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم فممكن يكون لك لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو الرغبة بالتقرب من أصدقاء أو صديق أو مقابلته أو زيارته أو العكس أما بالنسبة لبية المتاعب فالأجواء جيدة يعني مطمئن اليوم نقدر نحكي انها بشكل روتيني فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن في لحظات تهتم بصحتك أكثر أو تفكر أنك تأخذ شوي هيك قسط من الراحة أو ممكن أنك تهتم بصحة أحد الأحبة وتحاول أنك تتواصل معاه وتطمئن عليك برج الثور طبعا بيتراكم العمل عندكم لأنه القمر الآن في البيت السادس لإلكم فعشان هيك بتجدوا أنه في نوع من أنواع التعامل أو التعامل مع الزملاء في الفترة هاي لازم يكون بشكل إيجابي عشان يدعمك لأنه ما في داعي للخصام ما بينك وبينهم مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقدكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إش أنك تحاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة تقريباً على المستوى النفسي جيدة بتدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلى علاقة بالشكل أو بالمظهر أو بتعطيك دفعة نفسية لإنجاز بعض المهام أو بعض الأمور المهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة أكثر فممكن اليوم تحصل بعض الأمور المالية أو يجيك نوع من أنواع الدفعات أو مستردات مالية يعني إليك أموال بتحاول أنك تستردها خلال هذا اليوم أو اهتمامات على مستوى جلب المال أو مشاريع جديدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو ضاغط شوي فهذا بمنحك نوع من أنواع العصبية أو التوتر فعشانيك منقول لك حاول أنك تضبط أعصابك أثناء قيادتك للسيارة بدك تنتبه بشكل جيد يعني ما في داعي للتهور أو الاندفاع خوفا من الحوادث أو الإصابات ممكن برضو يكون لك بعض الاهتمامات بأخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت صحيح ممكن تكون الأعباء كثيرة أو في أعطال أو اهتمامات بالتصليح أو الصياني فيكون اهتماماتك أكثر وواجبات أكثر ممكن يكون موضوع عائلي أو بتعلق في أحد الأبناء ممكن يكون لك بالفترة هاي تعامل مع أخ أو جار لإنجاز بعض المهام أو بعض الأمور اللي بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطف الأمور جيدة فهي بتمنحك بعض الحضوض وبرضو بتساعدك في إنجاز بعض المهام وممكن تفكر في لقاء الحبيب أو التقابل معه أو اهتمام بموضوع بتعلق في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس السابع الأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى أمور الشراكة بتعمل تقابل ما بينك وبين الشريك ممكن تنجزوا بعض الأعمال أو المهام اللي بتكون جيدة خلال هذا اليوم ولكن حاذروا من سوء التفاهم أو النقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى المصاريف أو الدفعات ولكن بتحمل نوع من أنواع القلق إما على تأخر دفعات أو توعد في موضوع إلو علاقة بالدفعات المالية ولكن بتأجل المهم إنه في اهتمامات على مستوى الأموال المشتركة برضو إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة فبتحمل لك نوع من أنواع يعني الضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تأخر بريد أو مراسل معينة أو سوء تفاهم بينك وبين مؤسسة تعليمية أو ثقافية ممكن يكون عندك امتحانات أو دراسة فبتستصعب منها يعني بيكون الاستيعاب عندك أضعف من الطبيعي فأهم شي إذا كان عندك امتحان أو كان عندك مناقش اليوم بدك تركز بشكل جيد وما يعني ما تحاول إنك تعتمد بس على قدراتك أنت ممكن شوي يكون فيه عندك نوع من أنواع التصلب في الرأي أو نوع من أنواع المزجية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أو نوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين بعض العلاقات أو علاقة معينة لدعمك في مسألة ما أو تشجيعك على إنجاز معاملة مع ما زي واسطة مثلا أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الصداقة فممكن اليوم أنك تنجز بعض الأعمال بمساعدة صديق أو لقاء أو تقابل أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو يساعدوك بعض الأصدقاء في إنجاز معامل ما أو مهم ما أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بنقول لك دير بالك ما في داعي لأنك أنت تغامر بالفترة هاي بدك ما تجهد حالة كثير راقب غذائك صحتك حاول أنك أنت برضو في نفس اللحظة ما تتهور كثير ما تعصب كثير ممكن يكون لك بعض الأوجاع اللي لها علاقة بأسفل الظهر أو في منطقة عرق النساء أو العصب الوركي فعشان هيك بدك تنتبه من هاي الألام ومن أي أمور لها علاقة بالأعصاب وحاول أنك ما تدخل أماكن مجهولة أو تغامر في مغامرة بدون ما تكون حاسب عواقبها برج الجوزاء طبعا اليوم تشتد رغبتكم للتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شأنك تلطف الأجواء والأجواء واعدة حتى لعلاقة أو إعادة علاقة لطبيعتها ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن اليوم تحل بعض المسائل العالقة أو كانت مستحيلة بالفترة الماضية يعني الفترة فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبالعكس عندك ثقة بنفسك عالية وكمان ملفت للانتباه وخصوصا للجنس الآخر ممكن تهتم ببعض الأمور التجميلية أو الأمور اللي إلها بالآقاب لباس أو هندام أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ضاغطة فهاي بتخليك تتهور على مستوى المسائل المالية فإما أنك أنت بتصرف ببذخ أو أنك أنت بصير عندك رغبة بالتملك يعني بتصير تشوف أي إشي بصير بدك أو بعملية التهور المالي فبدك تنتبه على هاي المسائل صحيح أنه ممكن تعطيك بعض الإيجابية بتحصيل بعض الأموال ولكن الأغلب أنه دائما تيجي النفس للأمور الغير مشروعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية أثناء التنقلات والاتصالات والحوارات عند قدرة على الإقناع عالية وعلى التواصل والكلام وبرضه بتعطيك رغبة للتنقلات من مكان لما كان أو إنجاز بعض المهام الفكري أو النقاشي وبرضه ممكن أنك تهتم بنقاش ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت والعائلة والتعامل معهم أو التواصل معهم أو إنجاز بعض المهام الجيدة اللي بتكون لصالحك ولصالح العائلة ممكن تحتد أو تذايغ من مسألة معينة أو تكون مرتبك من قرار معين عائلي فممكن برضو يكون لك بعض الأعمال المنزلية الروتينية زي ترتيب وتزبيط وتصليحات وتعاون أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني بدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات لإنجاز بعض الواجبات المهمة أهم إشأنك ما تراكم الأعمال عليك وفي المقابل بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة فشايف الأجواء فيها نوع من أنواع التفاهم أو الود أو التلاقي ممكن يعني تنتصر لبعض الاعتبارات أو تتراجع عن قرار كنت منتخذه بالفترة الماضية ممكن تحمل لك نوع من أنواع التفاهم أو الود أو المصالحة ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأمور المالية وبما أنه البيت الثامن معناته هذا له بعلاقة بأموال الغير مش الأموال حقك فعشان هيك بتكون في نوع من أنواع الجراءة أو التمادي أو أنك تبيح لنفسك أشياء هي أساسا مش مشروعة فحاول أن قدر الإمكان تمسك أعصابك ما تتهور بالمسائل هاي ما تشوه سمعتك وفي نفس اللحظة انتبه من المصاريف أو تراكم الديون أو الالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك في نوع من أنواع التواصل أو التلاقي أو التقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص خارج البلاد ممكن نقاشات وحوارات إمور إلها علاقة بالدراسة مؤسسات تعليمية ثقافية مراكز لا لغة معينة أو اهتمام بدورات أو أشياء بتطور من كفاءتك في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر أو أوراق سفر أو معاملات قانونية أما بالنسبة البيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكينها جيدة يعني ما أهم شي إنك ما تشوه سمعتك خلال هذا اليوم وبالمقابل ممكن يكون لك بعض الإهتمامات إما بالمعارف أو إنها تدعمك على مستوى مكان يعني علاقتك أو مكانتك ما بين الأصدقاء في منك رح يكون له تعاون ما بينه بين زملاءه أو رواساءه بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الحدية فحاول إنك ما تحاول تفرض رأيك على صديق أو تتناقش معه بحدية أو تتقلب بالمزاج عليه فهي ممكن تخسرك صديق أو ممكن تعمل فجوي ما بينك وبينه ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بشكل مفاجئ ورح تكون أنت يعني حضورك ملفت للنظر ولكن الأهم أنه يعني حاول أنك تحافظ على صداقاتك بالفترة المقبلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة تدعمك فممكن تنجز كثير من الأعمال أو المهام خلال الفترة هاي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات إما على المستوى الصحي أو على المستوى الغذائي أو على مستوى إلو علاقة بزيارة أو عيادة مريض برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إشي أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للتنقلات أو لا أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو بالاستثمار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه يعني بتدعمك تدريجيا ولكن بتعمل نوع من أنواع التقلب في المزاج والحدية بالطباع والعصبية وبعد مرات بصير في نوع أنه كأنك بتفقد الأمل أو ما بتثق في نفسك كثير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم تحصل بعض الأموال اللي بتجيك إما من دعم أو من أعمال إضافية أو مستردات أو هبات أو مساعدات ولكن بالمقابل بدك تنتبه لمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية فممكن اليوم أنك تقنع أي شخص بوجهة نظرك أو تتحاور بطلاقة ولكن بدك تنتبه أثناء تنقلك بالسيارة من الحوادث أو أعطال السيارة أو الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس جيد على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالعاطفة بالأحبة باللقاءات بالنزوات بالخروجات يعني بتدعمك ولكن ما تبالغ بحضوظك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة في العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو تقريبا نقدر نحكي إنه فيه نوع من أنواع الضغط يعني بسبب نوع من أنواع لفت النظر اللي بتعلق فيك وفي شريكك بالمال أو العاطفة فيا إما شريك المال شريك العاطفة بلفت نظرك لمسألة معينة أو ممكن تحتد أو تفتح ملفات قديمة أو تتقلب في مزاجك أو يكون في خلاف ما بينك وبينه أو تقلق على مسألة اللي بتتعلق بالشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو جيدة على مستوى الأمور المالية المشتركة فممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة إما في بنك أو ضريبة أو تأمين أو إنجاز بعض المعاملات أو أمور إلها علاقة بالاستحقاق المالي أو بتحاول إنك تسترد أموال لإلك وممكن تجد أشياء أنت كنت فاقدها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد وممكن يكون لك بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأكاديميات أو الدراسة أو الدورات أو الاهتمامات ببعض المسائل العلمية ممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالبنوك أو إلها علاقة بوثائق أو معاملات قانونية أو جمع دراسة معينة على شيء يعني بكون صعب أنك أنت تستوعب زي إشي جديد أما بالنسبة للبيت العاشر فهذا بيت السمعة من قلك دير بالك من التهور والمغامرة ودير بالك من أنك أنت تعمل أي شيء ممكن أنه يسبب توتر ما بينك وبين علاقاتك أو معارفك أو مخالفة قوانين أو مغامرة مش مدروسة أو مجازفة أو إشي يهدد سمعتك ممكن شوي يكون لك بعض الاهتمامات في مكان العمل ولكن ما تدخل بخلافات مع رؤسائك أو زملائك بالعمل تعاون معهم لإنجاز بعض المهام أما بالنسبة لبيتك 11 وبيت الأصدقاء فهو جيد يدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية أنه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو معرفة جديدة أو علاقة جديدة تستفيد منها في الفترة القادمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تدعمك بقوة بالفترة هاي وبتحميك برضو بتساعدك على إنجاز بعض المهام والأعمال ممكن تحس بالفترة هاي كأنه في ملاك بيساعدك أو بنشيلك من بعض الشغلات الضاغطة يعني في نوع من أنواع الدعم القوي رح يكون الفترة هاي لإلك ممكن على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أو على مستوى أمور إلها علاقة بالتغذية أو بالأعمال اللي بتكون صعب إنك أنت تنجزها برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت الثالث بيت حليف لإلكم فعشان هيك الفترة هاي بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حق لإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة ثقتك بنفسك عالية مشحون بطاقة كبيرة برضو عندك ثقة عالية بالنفس وعندك قدرة على إنجاز كثير من المهام أو الاهتمام في شكلك أو لبسك أو هندامك أو نوع من أنواع الطاقة الإيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن تحميك في مسائل معينة مالية أو تحقق بعض الإنجازات المالية أو إشي إلو علاقة بعمل إضافي أو مكتسبات مالية أو نوع من أنواع الدعم ولكن أهم إشي إنك تحاول إنك تدير بالك على مقتنياتك أو أموالك من الضياع أو السرقة أو المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث وبرضو مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا استقرت يعني في نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك وممكن أنه تنجز بعض الأعمال أو تفكر في بعض الترتيبات أو الدفعات أو الأمور اللي إلهها علاقة بيت يعني تصليحات أو أمور عقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء فيها نوع من أنواع السلبية أو الحدية أو القلق على أحد الأحبة أو على أحد الأبناء ممكن تفكر في مغامرة لها علاقة بنزوة أو خروجة أو يعني أشياء فيها نوع من أنواع الرفاهية ولكن أهم شيء أنك تدير بالك الأجواء برضو فيها نوع من أنواع السلبية اللي ممكن تهدد سمعتك أما بالنسبة للبيت السادس فمستوى العمل ممكن أنك تقلق من مسألة عملية أو من مكان عملك أو خلاف في مكان العمل أو ممكن يكون عندك أعباء يعني أعمال كثيرة أنت مش قادر تنجزها أو تتراكم عليك وفي نفس اللحظة بدك تراقب التطورات أو التقلبات الصحية اللي ممكن في أوقات يعني في أوقات تكون مربكة أو بحاجة لاستشارة لطبيب أو مراجعة طبيب أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي فبدعمك بعلاقاتك ومعارفك ممكن أنه شوي تهتم ببعض المسائل اللي بتقارب ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بين الأزواج ممكن مصالحة أو تلاقي أو رفقة أو اتفاق عام بكون ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الأجواء على مستوى الأموال المشتركة جيد فممكن تدعمك شيئا ما ببعض الأموال اللي بتعود لك أو ممكن تجد إشيء أنت كنت فاقده أو يساعدك على حل بعض المسائل المالية المعقدي ممكن يكون لك اهتمام ببنك أو ضريبة أو تأمين أو إنجاز بعض المهام أما بالنسبة للبيت التاسع فالجو جيد على مستوى أمور الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن هذا بعطيك دفعة أو بعطيك حافز إما لتطوير علاقة بشكل سريع جداً مع أشخاص خارج البلاد أو موضوع عاطفي مع شخص خارج البلاد بكبر أكثر أو موضوع له علاقة بالنرفزة أو العصبية أو التوتر بسبب موضوع بتعلق في شيء له علاقة بخارج البلاد ممكن يصير بنوع من أنواع الصدام ما بينك وبين أحد الأشخاص إما بعمل في مؤسسة تعليمية أو انتصد أما بينك وبين مؤسسة تعليمية زي الجامعة أو مشكلة على امتحان أو على رسالة أو مناقشة رسالة يمسك حالك من التهور أهم شيء وأثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة بدك تدير بالك من التسرع والعدم الانتباه أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فبتعزز من سمعتك وثقتك بنفسك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بتعاون ما بينك وبين بعض المعارف لإنجاز بعض المهام أو طلب المساعدة منهم في أمر ما وممكن يتعزز العلاقة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد فهذه الفترة فترة اجتماعية بالكامل فبتحمل لك إما على مستوى علاقات أو معارف أو تواصل مع أشخاص جدد أو علاقة جديدة كصداقة مثلا ممكن زيارات أو دعوات أو حفلات أو مناسبات أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بدك تدير بالك على مستوى بيتك 12 لأنه هذا بيت متاعبك فشوي الأمور ضاغطة عليك حاول أنك ما تدخل أماكن مشبوهة ما تدخل بنقاشات أو تحتد بالكلام وتسيء لبعض الأشخاص فينعكس عليك سلبا وفي المقابل ما تحاول تجهد حالك بالأعمال بشكل كبير وراقب غذائك وراقب صحتك برج العدراء تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل أو يحصل على هدية أو جائزة أهم شيء أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة إلى قريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم تقريبا يعني نفسيا أنت مشحون بطاقة جيدة بتساعدك على بعض المهام ممكن تغيير أو تحاول أنك تنطلق بمشروع أو بفكرة جديدة أو بمغامرة جديدة أو لإنجاز بعض الأعمال بثقة أعلى من الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث جيد يعني بدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات ولكن أهم شيء أنك ما توجه انتقادات وفي نفس اللحظة ما تتهور أثناء قيادة السيارة بدك تنتبه أثناء الحركة برضو من الإصابات ممكن يكون لك تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فبدعمك على مستوى الأمور البيتية فممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية أو الاهتمامات العائلية أو ترتيبات تصليحات ديكور أو اهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعقارات أو الترميمات أو التصليحات أما بالنسبة للبيت الخامس فالحظ إنساء الحظ مش معك نهائيا بالفترة هاي فما تغامر بشيء أنت مش واثق منه ما تقول أنا محظوظ وممكن تنشلني الأمور بالفترة هاي أو تستخدم ذكائك عشان الحظ يدعمك الفترة هاي ما تعتمد على الحظوظ نهائيا وبالمقابل أثناء تعاملك مع حبيب أو مع ابن بدك تدير بالك من العصبية وردات الفعل والنقاشات فممكن يلفت انتباهك موضوع معين فيستفزك أو يحدث فجوة ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وابتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مكان العمل ممكن أعمال جديدة أو أفكار جديدة وبالمقابل ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني على مستوى الشراكة يعني ما فيه لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل على حسب طبيعتك ولكن بالمقابل إنه هاي بتحملك نوع من أنواع الوسوسة أو الشك أو الغيرة على الشريك وممكن تحتد من تصرفه أو خيالك يرسم لك شيء مش موجود بدك تنتبه أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ضاغطة فهاي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو التسرع باتخاذ قرارات إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن هاي تكون سلبية وتنحسب عليك بدك تدير بالك ما تغامر وما تجازف بالفترة هاي لأنه هاي أي مغامرات يعني قابلة لأنها تنكشف وبرضو أنه تتسجل عليك نقطة وخصوصا الأمور اللي هي علاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين وبرضو في المسائل الاستشفائية والأوراق القانونية الأشياء اللي برضو الأموال المشتركة اللي بتكون أموال معك أو بين إيديك ولكن ما بتعود لك يعني في شريك معك في هذا المال أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بامتحانات جامعية مقابلات مناقشات أوراق قانونية معاملات كلها هاي تقريبا بيكون فيها نوع من أنواع الإيجابيات أما بالنسبة لابتخي العاشر فهو بدعمك بشكل قوي على مستوى علاقاتك ومعارفك وبرضو بدعمك على مستوى تعاملك من ضمن شركات بالتعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لابتك 11 فالأجواء ضاغطة على مستوى علاقاتك وأصدقائك فهي بتسبب لك بعض الخلافات فممكن في الفترة هاي إما تكتشف خيانة صديق أو تآمر صديق عليك أو تستاء من تصرف صديق وممكن تنهي علاقتك بصديق أما بالنسبة لأمور الدعوات والحفلات والمناسبات فهي بتفتح بعض المجالات الجيدة ولكن بالمقابل ما تحتد وما تعصب إن وجدت شيء ما بناسبك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء نقدر نحكي إنها شيئا ما روتينية فإنجازك للأعمال أو بعض الأمور بتكون بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو مراجعة طبيب أو مستشفى ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بزيارة مريض أو تقلق بشأن صحة مريض وبالمقابل حاول إنك ما تجهد حالك كثير وراقب غذاءك وراقب صحتك تبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الأول فكما ذكرناه الآن أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية أو يجيك بعض المردود المالي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل ممكن تكثر عندك المصاريف أو الالتزامات أو القلق المادي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات والحوارات والاتصالات عندك قدرة على إقناع أي شخص بوجهة نظرك بالفترة هاي برضو عندك سرعة بديهة عالية ولكن بدك تنتبه أثناء تنقلاتك من الحوادث أو الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر أو الضغط اللي على المستوى العائلي فممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالزيارات أو الأمور العائلية أو الاجتماعات أو توتر على مستوى أمور إلها علاقة بترتيبات أو تصليحات أو ترميمات أو مشكلة عقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي فهاي بتعمل لك نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الحبيب وفي المقابل ممكن تتراجع عن قرار كنت منتخذه بالفترة الماضية أو يعمل لك نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أحد الأبناء ممكن اليوم تفكر في أمور إلها علاقة بالخروج أو تغيير الجو ولكن ممكن شوي تستاء أو تتحسس من تصرف الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال يعني تكون أعمال كثيرة فتنشغل كثير وممكن يكون لك بعض الأمور اللي إلها علاقة بمراجعات أو رقبات صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الشراكي وهذه بتعمل نوع من أنواع الإنسجام القوي ما بينك وبين شريك المال أو شريك العاطفي وفي نفس اللحظة بدك تبعد عن فرض السيطرة أو أنك تفرض على شريك العاطفي تحديدا أو على الأزواج وجهة نظرك أو فكرتك أو تتحكم بتصرفاته زيادة أو تبالغ بملذاتك معه أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة اللي إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو إنجاز بعض الملفات أو التفكير بمستردات مالية لإلك أو إشي إلها علاقة بأشياء أنت كنت فاقدها تستردها بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو الأمور اللي إلها علاقة بمؤسسات تعليمية ممكن اليوم تحاول أنك أنت تشتري أو مشتريات من خارج البلاد أو إشي العلاقة بالاستراد والتصدير أو الامتحانات أو النقاشات برضو بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قل لك ما تجازف على مستوى السمعة ما تغامر ممكن اليوم يعني يصير أي أمر أنك تشوي فيه سمعتك فيحدث لك نوع من أنواع الخلاف أو تفقد أحد المعارف ممكن يحدث لك بعض المشاكل اللي إلها علاقة مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى الصداقة فهي بتعمل نوع من أنواع التقارب أو اللقاءات أو التعاون ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن شوي يعني يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أو تقابل ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال فترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لأحد الأحبة ممكن شوي يعني يكون عندك رغبة لمراقبة غذاءك صحتك أو راحتك برج العقرب بتتراجع صحتكم وبينتابك شعور بالتعب والملل حاول إنك تخلد للراحة وحاول فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل أهم مش إنك ما توقع على عقد وما بتبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ما تقرر على شيء كي لا يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه روتيني فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى النفسي فبتتعامل على حسب طبيعتك أو بكون لك بعض النشاطات أو الاهتمامات اللي بتكون على طبيعتك بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض الأموال خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو مستردات مالية أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل بضغطك بشكل سلبي فممكن أنه يا إما تبالغ بمصاريفك يا إما نوع من أنواع التبذير أو رغب بمشتريات مش ضروري أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي جيدة على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات والاتصالات ولكن بغلب عليك نوع من أنواع العصبية أو فرض الرأي أو التحكم بالطرف الآخر وفي نفس اللحظة بدك تحذر أثناء تنقلاتك أثناء اتصالاتك من العصبية وبرضو أثناء تنقلاتك من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات مثل ترتيب أو ترميم أو مساعدات أو لقاءات عائلية أو إنجاز بعض المهام اللي إلها علاقة بالبيوت أو العقارات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة يعني مشحونة بطاقة إيجابية عالية بتعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء ولكن في المقابل بتحملك نوع من أنواع القلق أو الغيرة أو الشك أو نوع من أنواع الوسواس اللي بتعلق في أحد الأحبة أو في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى أمور العمل ولكن تحملك نوع من أنواع العصبية اللي ممكن أنك تتوتر أو تعصب على أحد زملائك أو معاونينك في مكان العمل وبرضو ممكن تهمل أمور إلها علاقة بالواقع الصحي فأهم شي ما تجازف في عملك وما تجازف بإهمال صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الشراكي فبتحملك هاي نوع من أنواع التقارب أو المعامل الجيدة ما بينك وبين الشركاء فممكن أنه اليوم يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التقارب ما بينك وبين الشريك كشريك المال أو العاطفي أو ما بين الأزواج ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك أو يعني يكون فيه نوع من أنواع القسوة على الشريك أي على الزوج أو على شريك المال أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعمك على مستوى الأموال المشترك اللي إلها علاقة إما ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أوراق قانونية أو معاملات أو مستردات أهميش أنك تحاول تحافظ على مقتنياتك من الضياع فيه منك رح يجد أشياء كان فاقدها وفيه منك رح يرتب ملتأس تلزمات مالية بشكل جيد تدعمه للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا من يقول لك دير بالك على مستوى أمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة اللي بتطلب تركيز ما تعتمد على الحضوض وما تركن على الحضوض أو على الحظ بأنك أنت تقدم منيح وانت مش مستعد فيه منك ورح يتأخر له بريد أو إشي له علاقة بإشي مستورده من خارج البلاد أو قلق على مسائل إلها علاقة بالسفر أو على أشخاص خارج البلاد أو خلاف ما بينك وبين مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو ممكن تتعطل دورة أو دراسة بالفترة هاي فهاي الأشياء شوي ممكن تربكك أهم شيء أنك ما تبالغ بأشياء لها علاقة بالبيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بشكل قوي بتعمل نوع من أنواع التقارب أو استغلال بعض علاقاتك ومعارفك لإنجاز بعض المهام أو دعمك أو واسطة وممكن يكون لك نوع من أنواع التقارب على مستوى العمل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ممكن تستاء من تصرف صديق أو تنزعج من بعض الأصدقاء ممكن يكون لك تعاون جيد يعني منكم قسم رح يكون منزعج وقسم رح يكون له تعاون جيد مع أصدقائهم فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون عندك رغبة للزيارات أو إنجاز بعض الأشياء الإيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية فيعني بمعنى بتقدر تنجز أعمالك الضرورية والمهمة بالفترة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لأحد الأحبة أو رقابة صحية مثلا أو ممكن أنه شوي هيك يكون لك بعض المجازفات أو المغامرات اللي إلها علاقة بالعمل برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيئا أنك ما تستسلم بل كرر المحاولة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة بتدعمك على المستوى الشخصي والنفسي يعني بتعطيك بعض الطاقة صحيح أنت شوي متقلب بالمزاج أو يعني فيه نوع من أنواع الاهتزاز على المستوى الثقة بالنفس يعني بتحدث لك بعض الأمور المضطربة بتتقلب بمزاجك أو بترتخي هيك بتحبش تعمل إيشي بتحبش تنجز أي إيشي فهاي أمور شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة بتدعمك ممكن تحصل بعض الأموال أو تجيك بعض الأموال بشكل جيد أو بعض المساهمات ولكن بالمقابل بيجيك مصريف زيادة أو تراكم مادي أو دعا يعني أشياء سلبية لها علاقة بالأموال ممكن تزعجك بالفترة هاي فحاول أنه قدر الإمكان ترتب الأمور المالية وما تقلق أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك برضو بالمقابل عندك يعني هيك رغبة بالحركة بالسيارة أو الخروجة أو النزهات أهميش إنك ما تبالغ وانتبه أثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فتقريبا الأجواء على مستوى البيت الآن روتينية ما في أي شيء ضاغط فبتتعامل على مستوى البيت بشكل طبيعي فممكن هذا يعني تنجز الأعمال الروتينية أو يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بترتيب أو ديكور أو تغييرات أو مشتريات أو تسوق أو نقاش إلو علاقة بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء شوي بتحمل نوع من أنواع التصلب بالرأي أو ممكن يعني الرغبة بالتحكم بالحبيب أو فرض الرأي على الحبيب أو يعني نوع من أنواع التمادي في النزوات والمغامرات بالفترة هاي فبدك تمسك حالك وفي نفس اللحظة ممكن تحمل لك نوع من أنواع فرض السلطة على أحد الأبناء أو على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى بيت الشراكي فممكن هاي تقارب ما بينك وبين الشريك أو تعمل نوع من أنواع التلاقي ممكن يعني تطور علاقة معينة أو تفكر في أمور الهلاقة بالارتباط أو أشياء يعني بتجمعك إما ببداية شراكة جديدة مالية أو ببداية شراكة عاطفية أما بالنسبة للبيت الثامن فهي ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فهاي بتسبب لك نوع من أنواع الضغط إما لتحصيل بعض الأموال أو الرغبة لإنجاز بعض المهام الضرورية أو إنجاز بعض الأمور اللي بتتعلق في البنك أو الضريبة أو التأمين أو بمخك بنشغل بأوراق قانونية بشكل كبير أو معاملات مالية فعشان هيك شوي بتخليك يعني تكون محتد أو عصبي بالفترة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن ممكن تحتد وتعصب من تصرف شخص أو إهمال شخص خارج البلاد فيك فهذا شوي سبب لك نوع من أنواع التوتر أو تقلق على شخص خارج البلاد ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الأكاديمية مثل دراسة أو دورة أو بحث معين أو مثلا مناقشة إلى رسالة يعني بتكون برضو بدها اهتمام منك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة برضو على مستوى السمعة فممكن تعزز سمعتك أو تدافع عنها أو يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو إنجاز بعض الأمور اللي شوي بتكون صعبة عليك فبدك واسطة أو مساعدي أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يدعمك على مستوى أصدقائك زملائك معارفك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو نوع من أنواع الإنسجام ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالصحية إما بمكملات أو أدوية أو مراجعة طبيب مرج الجديد يوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه إليكم المسؤولين وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليك الأضواء تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجبك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع السلبية أو الطاقة السلبية أو التفكير السلبي أو التشاؤمية أو الأشياء هاي حاول أنك تتجاوزها وتشحن حالك بطاقة إيجابية وتطلع من هذا الضغط أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية فممكن اليوم تنشط لتحصيل بعض الأموال أو ترتيب بعض الأمور المالية أو الدفعات أو الترتيبات أو مخرج لا أزم مالية في منكم ممكن يحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو نوع من أنواع المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو جيدة على مستوى النقاشات والحوارات والاتصالات ولكن بيغلب عليك نوع من أنواع العصبية دير بالك أثناء ترقلاتك بالسيارة أو الحركة من الإصابة أو الحوادث ممكن يكون لك تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت تقريبا الأجواء نقدر نحكي روتينية ولكن عندك رغبة بالإنفعال أو عندك قدرة على الإنفعال والعصبية أو التحكم بأفراد العائلة أو فرض قرارات أو مراسيم جديدة على مستوى البيت وممكن تبالغ أو تجازف أو تغامر في مسألة إلها علاقة في البيت أو بالعقارات أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على المستوى العاطفي فهي بتحمل لك نوع من أنواع التقارب أو التقابل ما بينك وبين الأحبة ممكن لقاء ودي أو نزوة أو خروجة أو يعني إشي جيد بيجمعك حتى في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة فبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي تساعدك على إنجاز بعض الأعمال وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو في مؤسسة صحية أهم شيء أنه ممكن اليوم تظهر بعض المسائل العملية اللي تدعمك في مكان العمل أو تحقق بعض الإنجازات أو الدعم وممكن برضو تنجز أشياء كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية وممكن تطلع نتيجة لفحص طبي تكون إيجابية لا إلك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكة فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر شراكة المالية شراكة العاطفية الأمور اللي إلها علاقة بتعاملك ما بين الشركاء وخصوصا ما بين الأزواج تتوتر العلاقة تحتد تعصب يعني ممكن برضو قلق على بعض الأوراق القانونية أو المعاملات بالفترة نوع من أنواع التقلب هيك فتنزعج من كثرتها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتعزز من أشياء إيجابية لإلك فممكن تكون لصالحك في بعض النقاط ممكن تهتم بأمور العلاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أو إنجاز بعض المهام بشكل قوي جدا أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى حواراتك وإتصالاتك نقاشاتك امتحاناتك دراستك ممكن تدخل في دورة أو دراسة أو بحث أو تعلم شيء جديد أهم مش أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون عصبية وبدون حدية وبدون تهور أثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 جيد على مستوى علاقاتك وأصدقائك والتقارب معهم أو لملاقاتهم في مساء المعينة بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء برضو جيدة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بمراقبة الغذاء أو مكملات غذائية أو أشياء من هذا القبيل برج الدلو بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرى على رفض أي شيء ما بناسبك أهم شيء إنك ما تخشى شيء ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لقوة تجربة جديدة طبعا بالنسبة للبيتر أول الأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فعندك ثقة عالية في نفسك وبرضو عندك جراءة عالية إنك أنت تقدم على أي شيء وثقة بنفسك موجودة يعني نفسيتك أحسن بالنسبة للبيت الثاني جيدة على الأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب المائية خلال هذا اليوم مئة من عمل إضافية ترتيبات أمور مالية ممكن مكاسب مالية ممكن مستردات مالية أو ترتيب لوضع عام العلاقة بالفواتير أو بترتيبات أو مشاريع أو أفكار معينة لتطوير الوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فشوي الأمور هنا بدك تدير بالك من عملية التسرع والعصبية والنقاشات الحادة والإنفعال ممكن يغلب عليك اليوم نشاط عالي جدا لأمور إلها علاقة بالتنقلات والحوارات والمغامرة أو الجراءة للمغامرة ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار ولكن هي النقطة اللي نحذر منها اللي هي أمور العصبية بالفترة هاي أو إنك تخرج عن طورك وما تقدر تسيطر على حالك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني تقريبا بتدعمك بشكل إيجابي بتعزز بعض الأمور المنزلية ولكن ممكن تظهر بعض الأعطال أو الالتزامات أو الأشغال العائلية أو الأفكار أو النقاشات اللي شوي منها يكون مربك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء رائعة جدا على المستوى العاطفي فهي بتحملك نوع من أنواع التقارب أو التلاقي أو المصالحة أو التراجع عن قرار سابق كنت أنت فرضته أو اتخذته لأجل الحبيب أو لأجل أحد الأبناء ولكن اليوم بصير عندك قدرة على التراجع عن هذا القرار لأجل أنك تطور وضع معين الفترة هاي بتحمل أمور عاطفية أو لقاءات أو معارف أهم جدا أنك بقيت بالغ بالنزوات أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تدير بالك لأنه البيت السادس مشكلته أنه بركز على العمل وبركز على الصحة فبدك تدير بالك على الأمور الصحية وبدك تدير بالك على أمور عملك من التقلبات أو التراخي أو التسرع أو قرارات ما تكون دارسها بشكل جيد بدك تدرس أمورك ممكن تحمل لك فرصة إلها علاقة بالعمل ولكن بالمقابل إذا أخطأت بهاي فرصة أنك تغير مكان عملك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك اليوم أو مصالحة أو تراجع عن قرار أو اتفاقية على إنه إنجاز بعض الأمور أو مهام معينة في منك رح يكون له نشاطات على المستوى القضائي أو أوراق قانونية أو معاملات أهم إشي إنك تحذر من عصبيتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتحمل بعض الإنجازات أو بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بأمور بنكية أو فوتير أو مشاريع أو طلب قروض أو مساعدات أو دعم يعني كلها بتتركز على هاي النقطة صحيح إنه الجو بساعدك بهاي الفترة ولكن ما تتأمل كثير على الموضوع هذا لأنه سهل جداً أما إنه يتأجل أو ما تقدر تحصل ولكن بدك تنتبه على مقتنياتك من الضياع وما تكفل حد بالفترة هاي لأنه سهل جداً إنه ما يرد لك الدين أو ما يلتزم معك أو ما يوفي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر ممتاز وبيدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة أو تعزيز السمعة أو أمور إلها علاقة بمساعدة أو أشخاص أو علاقات أو مناسبات يعني ممكن تكون فيها نجم أنت أو يتوجه لك نوع من أنواع الإطراء أو الثناء على إنجازاتك وممكن يكون لك تعامل على مستوى مؤسسات كبيرة يعني يا أما توظيف يا أما عمل جديد يا أما عملك نفسه ولكن إما أنه بتلوح فرصة للترقي فيه أو لشكرك على إنجازاتك خلي أهم شيء تعاملك مع زملائك ورؤساتك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو بيحمل مناسبات ودعوات فممكن يتوجه لك مناسبة دعوة لمناسبة أو لحضور حفلة أو لا اجتماع أو لقاء أو عزومة مثلاً أو أنت تتفقد بعض الأصدقاء في بعض الأمور أو يصير تلاقي ما بينكو أو زيارات متبادلة أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تدير بالك هذا بيت المتاعب بقولك لا تجازف لا تغامر لا تدخل بأعمال بدون دراسة بشكل حفيث وما تدخل أماكن مشبوهة وبرضو هاي بتعزز بعض النقاط اللي إلها بيعني أعداء دائماً بكونوا بالخفاء بكونوا يحفروا لك أو يتأمروا عليك أو يستغيبوك أو ينموا عليك أو أشياء ممكن إنها تسياك وبرضو بتركز على أمور إلها بالعمل ممكن تقصر بإنجاز بعض الأعمال وممكن يكون لك برضو بعض الاهتمامات الصحية برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوباً معك بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم مش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون المماطلة وبدون أعدار أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء برضو جيدة يعني بتدعمك أفضل من الأيام الماضية لأنه بكون هيك القمر تحرك من مقابلك فعشان هيك بتحس ببعض الراحة صحيح إنها مش قوية الفترة الجاي بتكون أقوى ولكن إنها بتظلها أخف من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فعني هاي بتعطيك فرص إلها علاقة بالمال وبتعطيك يعني جراءة أكثر وبتعطيك دافع أكبر لتحقيق بعض الإنجازات المالية أو الرغبات لتحسين الوضع المالي ولكن بالمقابل تفتح عليك بوابة كبيرة إلها علاقة بالمصاريف والالتزامات والدفعات يعني بتحصل على مال وبيجيك مصاريف مال بدك تدير بالك دير بالك من المصاريف ادخر أموالك بتلاقي حالك إنك أنت يعني رتبت أمورك بشكل جيد ممكن تحصل الأموال هاي بتجيك عن طريق عمل إضافي عن طريق دعم عن طريق مساعدة عن طريق هبات ولكن الأرجح فيها هي بتكون عن طريق أعمال أنت بتقوم فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات عندك سرعة بديهة عالية قدرة على الاندماج بالمحيط تاعك رغبة بالتنقلات أو بالنزهة أو بتغيير الجو أو بالترفيه كلها بتدعمك عندك قدرة عالية على الاتصالات والتواصل مع المحيط تاعك وبرضو رغبة في إنجاز أعمال كثيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ممتازة جدا على كل إشي له علاقة بالبيت يعني عقارات بدك تستأجر بيت بدك تغير ديكور بدك مشتريات مثلا ولكن أهم شيء أنك تتفقدها وتتفقد الأجهزة الإلكترونية بالأمور اللي لها علاقة بالكفالة والضمان والأشياء اللي زي هي برضو على مستوى العائلة والتقارب العائلة أو الاندماج مع العيلة برضو بكون ممتاز يعني صحيح ممكن ما بتقلى بعض الحوارات أو النقاشات ولكن سهل تجاوزها أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا هاي مشكلة المسائل العاطفية يعني بتحمل نوع من أنواع المشاحنات أو الخلافات أو التسرع بالقرار أو سوء التفاهم أو الشك أو الغيرة أو القلق على الحبيب أو القلق على أحد الأبناء يعني كلها هاي بتكون متداخلة بسبب أنه الشمس أول إشي موجودة منتحسة ما بتعطيك كامل طاقتها بالنسبة للعاطفة وفي نفس اللحظة تراجع عطارد اللي موجود في نفس المكان بعمل تشتت بطريقة الحوار والتواصل مع الحبيب فعشان هيك أغلب المشاكل اللي بتيجي من هاي النقطة أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء برضو جيدة بتدعمك على مستوى العمل على مستوى مكانك بالعمل على مستوى إنجاز الأعمال وبرضو على مستوى الوضع الصحي ورقابتك الصحية ومتابعتك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفية برضو بحمل أشياء إيجابية بتساعدك لإنجاز بعض الأعمال أو المهام وبتساعدك برضو لنوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشركاء شريك المال أو شريك العاطفي يعني زي الأزواج وممكن تحمل لك بعض المفاجآت مثل ما ذكرنا إحنا يعني بالحلقات الماضية أنه الأمور بتصبح أحسن على مستوى المصالحات أو إنجاز بعض الأمور بتتعلق ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي ممكن تعزز بعض النقاط عندك كاتصالات أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور إلى علاقة بالاستراد بالتصدير بالدراسة بالتواصل مع مؤسسات تعليمية تغيير تخصصك أخذ دورات أو الاندماج بأمور إلى علاقة بالاتصالات مسائل إلى علاقة بالسفر أو أوراق السفر أو الإقامات أو الرغبة بالأمور هاي كلها تقريبا هاي بتكون نشطة بالفترة وبتعطيك دافع على تحقيق بعض الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد جدا بيدعمك فممكن اليوم تهتم ببعض العلاقات أو المعارف لدعمك أو لأنهم يعطوك دفعة لمجال معين أو لمساعدة معينة أو لتحقيق مسألة معينة زي واسطة مثلا وبرضو بيكون إلك اهتمامات على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ويكون لك نوع من أنواع التواصل الجيد اللي بيجمع ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء هو جيد ولكن فيه أوقات معينة بيحمل بعض السلبية أو بعضكم راح يكون عنده بعض السلبية هي نوع من أنواع الخلافات أو العتب أو يعني محاسبة صديق أو الزعل منه أو ممكن أنه تخسر صديق بالفترة هاي أو أنت تكنسل علاقتك يعني تلغي علاقتك في صديق لأنه الأوضاع شوي بتكون على بيت الأصدقاء فيها نوع من أنواع المشاحنات أو الضغط ممكن تحمل لك برضو هاي الأيام لقاءات أو مقابلات أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة صحيح أنت ما عندك الرغب الكامل ولكن ممكن أنك أنت جامل في هاي الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة يعني ممكن تنجز بعض الأعمال أو أعمالك تنجزها أو تهتم بوشؤونك الصحية أو غذائية أو أمور إلها علاقة لمراقبة الصحة تنظيم برنامج الأكل أمور إلها علاقة بأحد الأحبة أو زيارته أو الاهتمام في صحته يعني إجمالا بيت المتاعب كله لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء